في ملعب الفريق الأخضر في المدينة الخضراء ويستضيف المنتخب الباكستاني الذي يلعب باللون الأبيض في مباراة اليوم ومن خلال إحداثها في المواجهة وعباس الحسن وفي المقدمة محمد مران لعب نادي النصر وصالح الشهري ثلاثة لاعبين في تشكيلة المنتخب السعودي يلعبون للمرة الأولى دولية ما بينهم عون السلولي الرجل الذي يتقدم الآن لتصدي للمحاولات القادمة وللكرات القادمة ملاعب التعاون يبحث عن أول أهداف الدولية في مباراة الدولية الأولى محاولة منعوبة لكن أيضا تغطية وإبعاد وكرة بعد ذلك رغم العلامات الاستفام الكثيرة لكن هناك الكثير من الأمال الكثير من الجماهير أيضا الملعب على فكرة امتل قبل بداية المباراة بتقريباً أربعين خمسة وأربيع أنه قبل بداية هذه المواجهة وفي إطار مباريات نفس المجموعة تاجكستان سجلت والأردن تعادلته يقص تريط المنتخب في تصفيات كأس العالم باكستان عندها فوز وحيد فقط في تصفيات كأس العالم بالرغم من أنها بدأت فعلياً المشاركة في التصفيات في عام 89 بدأت في تصفيات كأس العالم إيطاليا 90 واستمرت في كل التصفيات التي تلت بعدها أمريكا 94 فرنسا 98 كوريا ويابان 2002 2006 في ألبانيا عجرة في جنوب أفريقيا 14 في البرازيل 18 في روسيا والأخيرة في قطر شاركت في كل هذه التصفيات لعبت لعبت 34 مباراة قبل الانتصار على كمبوديا في التصفيات التمهيدية الحالية لم تكن باكستان قد حققت أي انتصار في تصفيات كأس العالم وبالتالي بقيادة كونستانتن نجحت في تحقيق انتصارها الأول والوحيد في تاريخ مشاركاتها السابقة في تصفيات كأس العالم بكل تأكيد تعلم تماما بأن المهمة اليوم شبه مستحيلة لكن الظهور بشكل جيد من خلال إحداث هذا اللقاء يوطي على أقل تقدير شكل مختلف وأمل لباكستان من أجلية التاهل لبطولة كأساسيا 2027 كما ذكرت في طالي مباريات نفس المجموعة طاجكستان تقدمت في الدقيقة تسعين والمنتخب الأردني نجح في تحقيق التعادل عن طريق اللاعب يزن نعيمات لعب النادي الأهلي وأنا في دولة قطر وفي دوري نجومي إكسبو نعيمات عادل الأردن في مضارع قيمة في طاري منافسات هذه المجموعة انتهت بالتعادل واحد واحد كرة بمحاولة من الناديات اليسرى عرضية ملعوبة داخل منطقة تنتزي سعود يهيئ الكرة تستود تأتي عن طريق من؟ اللاعب فيصل الغمدي الغمدي هو اللي سدد الكرة الماضية والمحاولة اصطدمت وبعد ذلك الكرة عادت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى أن تكون حاضرة برمية تماس الأخضر يبحث عن ثانية الأهداف هنا في هذا اللقاء ويمحث بكل تأكيد عن الخروج بنتيجة كبيرة الأهداف مهمة مهمة لصدارة المجموعة مهمة لعدم الدخول في أي حسابات الأخضر مرشح فوق العادة بكل تأكيد أمر طبيعي جدا بأن يتاهل يصل إلى الدور القادم لكن دائما وأبدا يجب أن يكون المنتخب السعودي مقنعا يجب أن يكون مقنعا حتى يصل إلى أدوار متقدمة من منافسات هذه البطولة ويصل إلى الدور القادم من بطولة كأس تصفيات نهائية وبعد ذلك ضمان الوصول إلى نهائيات كأس العالم نعرش سريعا على نتائج المنتخبات العربية المشاركة في هذه التصفيات الأردن تعادلت مع تاجكستان لبنان وفلسطين فريقين تعادلوا سلبيا في المواجهات التي جمعت ما بينهم العراق بخماسية على منتخب إندونيسيا الإمارات برباعية على منتخب النيبال سعودية تقدم الآن الكويت متعادل سلبيا مع الهند وبعد نهاية هذا اللقاء اليمن والبحرين نذكر أيضا بأن العنابي حاليا متقدم بسوداسية على أفغانستان ومنتخب عمان في هدفين مقابل لاشيط على المنتخب التايوان الصين تايبيه وبالتالي هذه نتائج الفرق العربية حاليا على مستوى منافسات هذه البطولة في المباريات المقامة حاليا وبانتظار أيضا المباريات التي ستقام بعد نهاية أحداث هذا اللقاء لكن تغطي لقنوات الكأس لمنافسات وتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم الفين وستة عشرين وكأس آسيا الفين وسبعة وعشرين وتغطي حصرية لمباريات الأخضر على أرضية ميدانه أمام باكستان اليوم وبعد ذلك الأردن وبعد ذلك منتخب كيرجستان في رحلة أخرى من أجل الوصول إلى بطولة كأس العالم ونالك في أمريكا وفي كندا وفي المكسيك كرة بمحاولة ملعوبة لمصلحات الأخضر عن طريق اللاعب محمد مران وتستيد تأتي من محمد إلى خالة أرضية الميدان ووصلت إلى ركلة مرمى ركلة مرمى هذا 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 روبيرت المانسيني التجربة الثانية بالنسبة لمانسيني على مستوى المنتخبات مع إيطاليا بدأ المهمة في الفين وثمانطعش ووصل بعد ذلك إلى أن يكون بطلاً بطلاً لبطولة أمم أوروبا الفين وعشرين التي قيمت في واحد وعشرين فشل نعم في التآهل إلى نهايات كأس العالم نعلم تماماً والآن يأتي لأن يقود المنتخب السعودي في أول مباراة رسمية بعد المباراة الودية التي لعبها في الفترة القادمة والأخضر بقيادة هذا الرجل في الفترة الماضية خسر من مالي عادل من نيجيريا وكان قد لعب مبارتين بقيادة روبيرت المانسيني كرة بمحاولة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان تأتي التوجيهات من ستيفان كونستانتن بينما هنا جماهير جماهير الحسد جماهير الأخضر جماهير الأخضر شوف اليوم الكل تحت راية التوحيد دائماً وأبداً ومعالم المملكة العربية السعودية يتواجدون من أجل مساندة المنتخب ويقفون خلف منتخب بلادهم لا ألوان في هذا اللقاء الكل الكل بلون واحد وبرأية واحدة وبنغم واحد وبصوت واحد يهتفون باسم البلد وبكل تأكيد الأمنيات من أجل الوصول والتاهل وتخطيط الذي يأتي من أجل تصدر هذه المجموعة وبعد ذلك الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات كرة في المنتصر مختار علي يلعبها تصل إلى عباس الحسن في الجهات اليسرى الآن محاولة من وعافقه عودة بالكرة والمحاولة تصل إلى عون السلولي عون أمامية ملعوبة تنبكتي الكرة بيكوه محاولة في الجهات اليوم عن طريق سعود عبد الحميد سيطر عليها سعود يلعبها داخل منطقة الجزاء مثالية اللقطة والكرة الماضية تمويه لكن أيضا لم تكن بالصورة المطلوبة اللقطة الماضية من فيصل الغامت عادت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب الباكستاني طلاقة من الجهات اليمنى فريد الله لعب الذي يلعب في ناتي مسلم فوتبول أكلب نالك في باكستان عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية كرة رأسية جاءت عن طريقي هذا فريد الله فريد الله هو اللي يلعب الكرة الرأسية الماضية بعد أعرضية من أوتيس خان قائد الفريق هذه الكرة هذه المحاولة وهذه الانطلاق من الجهات اليمنى قلت أوتيس يلعب في إنجلترا في الدرجة الثانية على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع نادي غريمسبي هناك غريمسبي تاون في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية هذه الكرة الرأسية طبعا راضي كل الرضا كل الرضا كونستانتن عن ما يقدم منتخب باكستان في الدقائق الأولى من خلال منافسات هذا اللقاء وفيما يسجل أيضا حتى هذه اللحظة وصولا إلى أول ربع ساعة 16 دقيقة مرت على بداية أحداث هذا اللقاء أول مواجهة رسمية ما بين الفريقين هنا في بطولة أو تصفيات ياسيو في كل البطولات في كل البطولات تصفيات كاساسية تصفيات كاس العالم أيضا هناك المشاركة على مستوى مثلا دورة الألعاب الآسيوية المشاركة مثلا على مستوى دورة التضامن الإسلامي باكستان تشارك دائما مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب التضامن لم يسبقوا أن يلتقى للمنتخبان قبل ذلك وبالتالي هذه هي المباراة الأولى ما بين المنتخبين رسميا على مستوى جميع المسابقات يتقدم فيها الأخضر حتى هذه اللحظة بهدف مقابل لاشير عن طريق اللاعب صالح الشهري عادت في الجانب المقابل الآن رهيش نابي محاولة خطيرة أمامية عبدالصمد عبدالصمد أرشد يسقط في أرضية الميدان أرشد وحكم المباراة حنح الطاب يشير إلى استمرارية اللعب لا وجود الخطأ في اللقطة والكرة الماضية وبالتالي تصل سهل عن حارسي وقائدي الأخضر في مباراة اليوم والحديث عن محمد العويس 30 سنة لمحمد العويس لعب نادي الهلال هذه الكرة هذه المحاولة هذه اللقطة وهنا الالتحام والسقوط في أرضية الميدان عبدالصمد أرشد لالتحام ما بينه وما بين عون السلولي سقط في أرضية الميدان وبعد ذلك يبدو أيضا بأن هذه اللقطة طبعا من غير قصد من غير قصد في اللقطة والكرة الماضية لبليهي وكانت الأمور حاضرة في هذه الكرة والمحاولة للمهاجم عبدالصمد أرشد لعب الذي يلعب في الدنمارك عبدالصمد أرشد عبدالصمد أرشد يلعب في الدنمارك مع نادي إيش آي كي نادي إيش آي كي في الدرجة الثانية يتواجد نادي إيش آي كي الدنماركي يلعب له اللاعب والمهاجم عبدالصمد أرشد وعندهم المدافع عبدالله إقبال عبدالله إقبال يلعب في الدرجة الأولى في الدنمارك مع نادي بولد كلوبين وعندهم حارس المرمى الحارس يوسف بوت يلعب في الدرجة الثالثة في الدنمارك أيضاً مع نادي أيسوج في الدوري الدنماركي وعندهم أيضاً اللاعب راهيش نابي يلعب في الدوري القبرصي مع نادي أكريتاس موربو هناك في الدوري القبرصي لكرة القدم وفي الدرجة الأولى وعندهم في جريمسبي أو في جريمسبي نعم في جريمسبي تاون في الدرجة الإنجليزية الثانية اللاعب أوتيس خان هذه الأسماء المحترفة خارجية الموجودة في أرضية الميدان من أصل سبعة لاعبين يلعبون ويحترفون خارجياً مع متخب باكستان كرة بمحاولة الآن تصل إلى صالح الشيري التزديدة تأتي وبعد ذلك كرة الشيري تبعد إلى خارجية أرضية الميدان والمحاولة تصل إلى ركلة أو ركلة ركنية الشهري صاحب هدف في المباراة الوحيد سدد لكن كرة مرت وتحولت إلى خارجية أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى الحارس يوسف بوت في الدقيقة عشرين من بداية أحداث هذه المواجهة من عبد أخلي منطقة تلجس ومعد ذلك يوسف بوتية الصدة يوسف بوتية الصدة بينما هنا روبيرتو مايسيني يفكر في قادم لحظات هذه المواجهة الرجل الذي يمتلك بجوار أيضاً مجموعة من الأسماء التي تعاون من خلال أحداث هذا اللقاء هو في الفترة الحالية على مستوى الجهاز الفني للأخضر هناك لومباردو اللاعب الشهير السابق الإيطالي تيليو لومباردو الرجل الذي يحظى بثقة كبيرة جداً عند روبيرتو مايسيني أحد الأسماء التي لعبت لمنتخبه إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي لكن تألق بكل تأكيد كان في فترة تزامنه مع روبيرتو مايسيني في فريق لازيو لومباردو مع مايسيني مع سيموني إنزاقي مدرب الأنتر الحالي كانوا ضمن قائمة فريق لازيو اللي حقق آخر لقب لنسور العاصمة على مستوى بقولة الدور الإيطالي لكرة الفني كان لعب لومباردو كان لعب في فريق لازيو عام 2001 عام 2001 من سيموني بالمناسبة كان مهاجم رائع كان مهاجم رائع على مستوى كرة القدم الإيطالية ولعب للمنتخب الإيطالي مجموعة كبيرة جداً من المباريات وتألق مع فيورنتينا أو عفاً سمبادوريا ولازيو في مشواره كلاعب واختتم مشواره أيضاً مع نادي لستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي ثم بعد ذلك التجهاء للتدريب كانت لمحطة في روسيا مع زينت وكانت لمحطة في تركيا مع قلتة سراي بالإضافة إلى منتشستر سيتي وإنتر ميلان كرة بمحاولة ملعوبة تصل إلى محمد مران في الجياتي اليسرى صدمت تحولت إلى خارج يارضية الملعب وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى يوسف بوت هذا معاذ فقيهي غير راضي طبعاً على قرار حكم المواجهة حنح الطاب باعتبار أنه كان يبحث عن ركلة ركنية في يمين حارس المرمى يوسف بوت جانب من جماهير كرة الخدم العاشقة للأخضر القادمة من كل أرجال المملكة نعم أغلبهم جماهير المنطقة الشرقية أغلبهم من الحسة أغلبهم فتحاوية لكن اليوم كما ذكرت الكل مع الأخضر الكل مع الأخضر بالرغم من الظروف التي كانت قبل بداية المواجهة شايفين الآن مع تقريباً توقف الأمطار لاحظنا بشكل كبير جداً بأن المدرج ممتلئ بالكامل بالكامل وستشاهدون ذلك أيضاً اتباعاً في لحظات خادمة من أحداث هذه المواجهة عموماً كرة إلى راية موجودة وتسلل بإشارة من أحمد صاحب أو حكم المساعد الثاني في مباراة اليوم السوري والطاقم التحكيم السوري الحاضر من خلال إحداثها في المواجهة هنا في هذا اللقاء من أجل إدارة هذا اللقاء بعد هذه المواجهة بالمناسبة المنتخب السعودي سيسافر إلى العاصمة عمان وبعد أربعة أيام من الآن أو خفصة أيام على وجه التحقيق رح يلعب مباراة أمام المنتخب الأردني هناك في عمان ثم بعد ذلك يستعد للدخول في منافسات بطولة كأس آسيا مع منتخبات عمان وقيرغزستان وتايلند عمان وقيرغزستان وتايلند نعم في بطولة كأس آسيا التي ستقام في يناير وفبراير القادم بحول الله على ملاعب كأس العالم في قطر ترى إلى خارج يرضية الملعب رمية التماس تلعب رمية التماس المنتخب الباكستاني تدريجيا تدريجيا فقد رهبت البداية وبدأ الدخول إلى أجواء المواجهة تنبكتي الآن حسان يبعد الكرة إلى خارجة أرضية الملعب لعب الذي كان حوله الكثير من الكلام قبل انطلاق منافسات الموسم والرجل الذي بدأ مشوار نعم مع نادي الشباب انتقل معاراً في موسم إلى نادي الوحدة وقبل بداية هذا الموسم كثرة العروق لحسان محمد أسامة تنبكتي من أجل الانضمام إلى أنطية المقدمة والألقاب على مستوى كوراة القدمة السعودية مع ناديه السابق طبعاً الشباب الذي كان يحظى بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والخارجي لإلى أن اختار في النهاية الانضمام إلى نادي الهلال حسان التنبكتي لاعب المنتخب السعودي والرجل الذي كان حاضراً أيضاً في بطولة كأس العالم الأخيرة بقميص الأخضر مع الأرجنتين بولندا والمكسيك كرة إلى صافرة موجودة أو إلى خارجي أرضية الملعب ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى محمد العويس محاولة ملعوبة لمصاتي عن التقدم لكن أيضاً تغطية دفاعية وإبعاد فيها التوقيت المناسب والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارجي أرضية الملعب إلى خارجي أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة أو رمية تمس فيها بشكل سريع نلعب فيها دقيقة رقم 25 على بداية الأحداث والأخضر يتقدم بأول أهداف في هذه المواجهة عن طريق صالح الشهري يبحث بكل تأكيد عن تعميل النتيجة أمر مهم جداً معنوياً معنوياً أن يسجل الأخضر هدف آخر باكستان لعبين المنتخب الفاكستاني حتى الباكستاني اللي جاي في المدرج حاط في باله شغلة واحدة شوط أول ينتهي بثلاثة أربعة عندما يخرج من شوط المباراة الأول وتأخيراً بهدف واحد فقط أمر سيعني بأن هناك ثقة كبيرة جداً قد تتسل إلى نفوس لعبين المنتخب الباكستاني خلال شوط المباراة الثالث مع امتزاز هذه الثقة في جانب الأخضر وهذا ما لا نتمنى حقيقةً من خلال دقائق قادمة نتمنى أن نشاهد هدف الإطمئنان في الشوط الأول مهم جداً أن ينتهي الشوط على الأقل بهدفين أو ثلاثة ترى بمحاولة ملعوبة الآن في منتصف في ملعب المباراة مختار لعبها إلى عون السلولي البحث عن التقتم التنبكتي حسان حاول في الجانب المقابل تصل إلى هو فوز المنتخب الماليزي على منتخب خيرزستان بأربعة تيارات إلى كأس آسيا وإلى كأس العالم كأس آسيا الفين وسبعة وشرين في السعودية وكأس العالم الفين المواجهة كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى لكن أيضاً تغطية دفاعية وإبعاد فيها التوقيت عون السلولي أول مباراة عون من التعاون وعندنا أيضاً معاذ فقيه من التعاون أول مباراة دولية لهم من خلال هذه المواجهة هذا بالإضافة إلى أنه مختار علي وعباس مختار ليس أول مباراة لكن عباس الحسن بثلين لعبي نادي الفتح وبالتالي اليوم في أرضية الميدان عندنا التعاون والفتح والهلال والاتحاد والنصر الأندية الخمسة التي تقدم لاعبيها لتشكيلة الأخضر والتي تبدأ أساسية من خلال أحداث هذه المواجهة ونقطة إيجابية جداً قياساً إلى الأداء الكبير الذي يقدم الفتح والتعامل خلال منافسات بطولة الدوري هذا الموسم بانطلاقتي في جولاتي الثلاثة الأولى سعود عبد الحميد يلعب أرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضاً تغطية دفاعية وإبعاد فيها التوقيت المناسب قولة تحولت إلى خارجة أرضية ملعب هذا عبد الله إقبال الذي ذكرت في أنه يلعب في الدنمارك في الدرجة الأولى في الدوري الدنماركي صاحب التسعة أو الواحد والعشرين سنة مع منتخب باكستان والرجل الذي يلعب مباراة الدولية العاشرة من قميص منتخب بلاده المنتخب الباكستاني بينما نشاهد هنا اللاعب جونيد شا جونيد شا طبيعي جداً أن تكون الأسماء كلها أسماء يعني معلوفة بالنسبة لنا معروفة بالنسبة لنا 96 أكثر من 96% من الشعب الباكستاني 97% منهم مسلمين من أصل 241 مليون نسم مرة فيها محاولة مرور هذا مختار رجل الذي يلعب مباراة الدولية الخامسة مختار بقميصي الأخضر والرجل الذي كان حاضراً في أكاديمية تشيلسي في فترة من الفترات قبل أن يتحول بعد ذلك إلى الـ AirDVC مع نادي بايتس في الدوري الهولندي لكرة القدم وفي عام 2019 جاء لاعباً لنادي النصر هذا الحاضر أمامنا الآن والحديث عن مختار علي الرجل الذي يلعب معاراً في الفترة الحالية لنادي الفتح صاحبه سدة والعشرين سنة كرة إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس لمصحة المنتخب الباكستاني عن طريق اللعب جونيت شا وبعدت إلى خارج أرضية ملعب من أمامه اللعب رهيش نابي رهيش نابي نصف ساعة أولى على بداية أحداث هذه المواجهة الأخضر يتقدم بهدف مقابل لشير عن طريق اللعب صالح الشهري سجل مبكراً جداً فيها دقيقة السادسة من أحداث هذه المواجهة وبالتالي نعم أعطى الأمان للإطمئنان مبدعياً مبكراً لكن الأمور لا زالت في بدايتها الأمور لا زالت في بدايتها ولا زال يبحث الأخضر عن هدف من أجل الإطمئنان أكثر وأكثر في شوط المباراة الأول يبحث عن هدف من أجل الإطمئنان في شوط المباراة الأول بعد ذلك تعود من جديد لمصرحات المنتخب السعودي حاول فيه منتصف الملعب حسان التنبكتي يعيدها إلى عون السلوسي يبحث عن التقدم العمفلجيات اليسرائيل البلايهي أمامي الكرة استدمت في حنة حطاب لحكم المواجهة وبالتالي سيعيد أو سيستانف اللعب بإسقاط هذا هذا حنة حطاب هذه الكرة من حنة حطاب استدمت في حنة حطاب وبالتالي يستانف المواجهة بإسقاط الآن لمصرحة الأخضر تعود المحاولة من جديد هنا في هذا اللقاء الدقائق 31 العام فيديقي رقم 32 الأمور بهدف مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة وننتظر الكثير ننتظر الكثير دائما عندما تكون الأمور متعلقة بالمنتخب السعودي اليابان كوريا في القارة الآسيوية هناك أسماء تنتظر منها الكثير تنتظر منها الانتصار نعم لكن أيضا الانتصار بأداء بنتائج مقنعة مضور جيد هذا ما ننتظره من المنتخب السعودي اليوم المواجهة على أرضك ما بين جمهورك كل الظروف تبدو متاحة يعني باستثناء بعض الغيابات اللي ممكن أن لا تلقي ذلك الأثر الكبير على تشكيلة الأخضر في مواجهة اليوم من باكستان لكن ممكن أن تكون بعد ذلك ظاهرة من شكل أكبر في مماريات قادمة خصوصا الأردن وطاجكستان أصعب أردن وطاجكستان أصعب لكن المتوقع كما ذكرت بأن في أمور واضحة على مستوى المجموعات التسع في المجموع الأول يقول لك لا قطر بتتأهل يا مع الكويت مع الهند بدرجة المجموع الثاني يقول لك لا اليابان أكيد للدور القادمة على المنتخب السوري وبدرجة أقل كوريا كوريا الجنوبية والصين في المجموعات عمان ماليزيا أو قيرغزستان في المجموعات الرابعة إيران أوزباكستان في الخامسة العراق في ترام في السادسة سعودية الأردن أو طاجكستان في المجموعة السابعة الإمارات والبحرين من المجموعة الثانية من أستراليا مع فلسطين أو لبنان من المجموعة التاسعة هذه هي المنتخبات التي تروح للدور القادمة متوقعة جدا متوقعة جدا لذلك يجب أن تحصل على ما هو متوقع متوقع أن تنتهي مواجهات اليوم برباعية خماسية على أقل تقدير الأخضر السعودي في مواجهات المنتخب المجموعة متوقع ثلاثة صفر وبالتحديد في ثمانية وعشرين أغسطس البداية كانت في ثمانية وعشرين أغسطس وبالتالي أول مواجهة كانت مواجهة كوستريكا فسيرها الأخضر في نيو كاسل بثلاثة أهداف مقابل وعلى ذلك أمام المنتخب الكوري فسيرها الأخضر أيضا لنيو كاسل بثلاثة أهداف بهدف مقابل تعادل مع نيجيريا الخسارة بالمنتخب ماني أربعة مباريات جمهور السعودي ما شاف انتصار مع المدرب روبيرتو مانسيني لكن كلها كانت مباريات ودية استعدادية هذا أول لقاء رسمي ذلك من المتوقع ومن المؤمن ومن المنتظر أن تكون نتيجة مرضية وكبيرة ومقنعة وانتصار ونقاط ثلاث في بداية مشوار تصليات كاسل في محاولة الجهات اليسرى وابعدت إلى خارج أرضية الميدان هذا مانسيني والتوجيهات لفصل الغامتي لاعب خط الوسط الرجل صاحب الاثنين والعشرين السنة الذي يلعب مباراة الدولية الثالثة لاعب الاتحاد مع بداية هذا الموسم قادما من ناتي الاتفاق بعد مواسم لعبها مع الاتفاق اليوم يظهر في تشكيلة المدرب روبيرتو مانسيني أساسيا في المواجهة الأولى على مستوى تصفيات كاسل عالم كرة بمحاولة في الجهات اليومنا العام عن طريق جونيت شا وابعدت في التوقيت المناسب تغطيتات عن طريق محمد مران يعود كثيرا مران من نجل مساندة لعبي خط الوسط وبالتالي يفقد نشوف مران وين نشوف صالح الشهري وين وبالتالي وضعية يعني التشكيلة التي بدأها روبيرتو مانسيني يعني تطرح الكثير من علامات الاستفاد حول اختياراته من خلال احداث هذا اللقاء وقناعاته الشخصية على الأسماء اللي موجودة في أرضية الميدان وطريقة اللعب التي بدأ من خلالها هذا اللقاء لذلك يبحث بكل تأكيد عن إثبات وجهة رضا الخاصة فيه من خلال مباراة اليوم وبالاعتماد على هذا الأسماء طيب مين موجود على مقاعد البدلة مين موجود على مقاعد البدلة سنتحدث عن الخيارات الموجودة لمانسيني في اللحظات القادمة كرة عرضية داخل منطقة الديساء سهلة عند حارس المرمى محمد لعويس لعويس سيطر على كورته بالشكل المطلوب هذه الكرة هذه المحاولة الكرة في أحضان محمد لعويس تغيير الاتجال اللعب في الجهات اليسرى محاولة خارج منطقة الجزاء عرضية داخل المنطقة سعود عبد الحميد يلعب الكرة الرأسية الآن شو سعود عبد الحميد المفروض أن يكون على أطراف هو من يتواجد كلاعب مهاجم ربما صريح في اللحظات الماضية من خلال الكرة العرضية عموما تعود المحاولة من جديد الآن هنا في الجهاتي اليمنى تصل إلى عون السلولي يبحث عن التقدم عون سبع دكايق أخرى متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان والأمور لا زالت بالهدف الوحيد المسجر حتى هذه اللحظة صالح من أجل الثاني صالح من أجل الثاني لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة بعد ذلك إلى رمية تماث أمامية طالت على محمد مران هذه اللقطة فيها تغطية أيضا من عبدالله إقفال سهلة في أحضان حارسي المرمى يوسف بوت أول مواجهة رسمية ما بين الفريقين ومن خلال إحداث هذا اللقاح حتى هذه اللحظة 1-0 بوت ساقطا في أرضية الملعب مطلوب كثير كثير حقيقة في مواجهة ما فيها أي تكافر على جميع المستويات منتخب السعودي في التصنيف الخامس آسيوية والمنتخب الباكستاني في التصنيف خمسين على مستوى طارق آسيوية منتخب السعودي في التصنيف سبعة وخمسين عالميا ومنتخب باكستاني في التصنيف رقم 193 عالميا ما في أسوأ من باكستان على مستوى التصنيف الدولي غير ثلاث منتخبات فقط ثلاث منتخبات فقط هي التي تعتبر المنتخبات الأسوأ على مستوى التصنيف أقوام سريلانكا وتيمور الشرقية هذه هي التي تأتي من خلال التصنيف كمنتخبات أحقل من المنتخب الفاكستاني وبالتالي كما ذكرت منتخب الفاكستاني من دون أي مشاركة حتى في كاس العالم نعم كانت لمشاركات سابقة في بطولة كاس آسيا مرتين في عام 1960 و 1968 هذا الرصيد الكروي الكامل بالنسبة للمنتخب الباكستاني على مستوى كرة القدم الآسيوية مشاركتين فقط في كاس آسيا كرة بمحاولة تصل إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس الآن محاولة تعود من جديد لازالت لمصلحات الأخضر الكرة على مشارك في منطقة الجسالة لكن أيضا تغطيها ويبعاد في الدوقيت المناسب عدد في الجانب المقابل البحث عن الكرة المرتدة وبعد ذلك روبيرتو مانسيني في ماذا يفكر؟ في ماذا يفكر روبيرتو مانسيني وما هو القرار اللي ممكن أن يتخذه في اللحظات القادمة من أحداث ثلاثة المواجهة الانتصار نعم مطلب وأكيد ربما في مبارات اليوم لكن الجماهير الأخضر تعلم تماما تعيي تماما تعرف تماما تفهم كرة قدم وبالتالي مجرد الانتصار من دون أي مستوى فني يعني بصعوبة المشوار في الأدوار القادمة أهل إلى كاس العالم هذا أمر طبيعي جدا ما رح تجيب شيء جديد يا روبيرتو مانسيني لن تعمل شيئا خارقا للعادة نخبر دائما التواجد في كأس العالم منذ كأس العالم 94 في أمريكا عام العام في نسختين لكن عادة مرة أخرى ليفض وجوده على مستوى القرار نخبر دائما منافس اليوم يجب أن يعلم ذلك روبيرتو مانسيني وأنا أدرك أيضا بأنه يعلم بأنه يجب أن يكون منافسا على مستوى الألقابي القرية وحتى عندما يذهب بعد ذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم يجب أن يدرك تماما أن موضوع التاهل يجب أن يحسم يجب أن يحسم خلال بطولة كأس العالم الحالية والقادمة وبعد القادمة أمرها محسوم بحكم استضافة المبلكة لا كرة بمحاولة إلى يوسف بوت بعد ذلك أبعدت في التوقيت المناسب عادت من جديد وفي منتصف ملعب المباراة عن طريق اللعب مختار عليه 26 سنة مختار المناسبة أصغر لعب بأرضية الميدان هو معاذ فقيهي لعب التعاون صاحب الواحد والعشرين سنة وأصغر لعب في المباراة لكن ليس حاضر على مستوى التشكيلة الأساسية يجلس على دكة البودلاء هو طلال حج لا أعلم لذا ما كانه سيبدأ أو سيلعب ولو لحظات بسيطة من خلال أحداث هذا اللقاء لكن أتمنى أتمنى إذا صارت الأمور بشكل جيد بالشيط الثاني أن يظهر طلال حج 16 سنة طلال حج من مواليد العام 2007 يتواجد على مقاعد البودلاء ولو ظهر سنتحدث عنه لعب نادي الاتحاد رجل الذي نتمنى بحول الله بحول الله مثل ما حنا نتغنى باللاعبين اللي موجودين في أوروبا ونقول لا مين جمال لاعب برشلون في 16 سنة ولعب منتخاب إسبانيا وعندنا أسماع كثيرة جدا مثلت المنتخبات على مستوى كرة القدم الأوروبية أيضا عقلية اللاعب العربي حاضرة عندنا حاجة على مقاعد البودلاء ونتمنى أن نحن نشوفه في لحظات قادمة إذا ما صارت الأمور بطريقة 16 سنة الله يحجي الله يحجي 16 سنة حاجي نتمنى أن نحن نشوفه في الشوط الثاني بالمناسبة لو حدث ذلك وقد يكون أمرا استثنائيا أمرا استثنائيا لاعب يشارك مع متخاب بلاده في ثلاث مراحل سنية في عام واحد ولاعب يشارك مع نادي نادي الاتحاد في ثلاث فيات سنية شباب وناشئين وفريق أول في عام واحد نتمنى أن نشوفه حاجي كرة بمحاولة ملعوبة الآن وبعدت في التوقيت المناسب عادت بعد ذلك مران وبعدت في نمان مران بطريق عبدالله إقبال أمامية ملعوبة وبعد ذلك عون السلولي يتصدى للكرة ولمحاولة ويبدأ كرة جديدة لمصلحات الأخضر في الدقيقة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة لشوط المباراة والوقت الأصلي للشوط الأول كرة تعود في الجانب المقام المرتدى لمصاعدة المنتخب الباكستاني عن طلاق من أجهات اليسرى عرضية داخل منطقة الجزار ومعادت في التوقيت المناسبة كرة بعد ذلك تحولت من علي لبليهي إلى خارجة أرضية الملعوبة يحترم جدا اللاعم اللي أمامه لبليهي أمام كريستيانو رونالدو ولا قدام عبدالصمت بكل ثقة ومن دون أي فلسفة تك إلى خارجة أرضية الملعوبة إن دون أي فلسفة لبليهي يبعد الكرة الماضية إلى خارجة أرضية الملعوب ركلة ركنية على إيسار حارسي المرمى محمد العويس الوقت الأصلي ينتهى نلعب في دقائق الوقت بدل الضائع إبعاد الكرة والمحاولاتي عن طريق عون وابعدت براسية من السلول عادت من جديد لمصرحة المنتخب الباكستاني عرضية داخل منطقة الجزار لكن أيضا تصدي وإبعاد في التوقيت المناسب تعود المحاولة من جديد صافرة موجودة وخطر صافرة موجودة وخطر مدرب الإنجليزي قد يكون من الأشياء المتكررة على مستوى كرة جنوب القارة في الهند وباكستان وبنغلادج ونيبال دائما تلاقي المدربين الإنجليزي موجودين وبكثرة أما على مستوى منطقتنا قليل جدًا مشاهد مدرب إيطالي وهذه تجربة بالنسبة للأخضر السعودي من خلال تواجد المدرب روبيرتو مانسيني على مستوى الإدارة الفنية وبالنظر إلى تاريخ كرة القدم السعودية فإن مانسيني هو المدرب الإيطالي الأول الأول اللي درب الأخضر إنجليز جو أوروبيان نعم عمر براس في فترة من الفترات الأوروبياني برازيليين كانوا موجودين هولنديين كانوا موجودين سيماريو برازيلي وبقية رفاقة ألمانيين إذا نذكر أوتو بيستر كان مع المنتخب السعودي أرجنتينيين كانوا موجودين مجموعة من المدربين اللي دربوا الأخضر حتى حتى إيطالي أو إسباني إسباني إذا نذكر لوبيس كارو في فترة من الفترات درب المنتخب السعودي الفرنسيين وآخرهم أيضا هيرفيرينار عفوا وأيضا على مستوى المدرب الوطني مجموعة من الأسماع جاءت للتدريب الأخضر في تصفيات كاس العالم أو في تكملة التصفيات لكن هي المرة الأولى التي يخوض فيها الأخضر التصفيات ومبارياته الرسمية بقيادة مدرب إيطالي نعم المرة الأولى نعم هي المرة الأولى بقيادة روبرتو مانسيني ويجب أن ينسى فكره الإيطالي هنا نبحث عن كرة قدم هجومية نبحث عن كرة قدم ممتعة كما اعتدنا دائما وأبدا كرة بمحاولة لمسة يد حطاق يشير إلى استمرارية اللعب ما في فار ما في تقنية فيديو مستقدمة في هذه التصفيات على الأقل التصفيات الأولية لكأس آسيا وكأس العالم وبالتالي يأتي القرار باستمرارية اللعب والكرة إلى خارط يارضية الملعب هذه اللقطة وهذه المحاولة وهذه لمسة اليد على المدافع المنتقم الباكستاني تشاياك دوست حكم المباراة الشارب الاستمرارية وبعد ذلك يأتي القرار لعدم وجوده أراكل الجزاء ما في ما في تقنية فيديو مستخدمة عموما الدقائق الثلاث المحتسبة انتهت كوقت بدل ضايع صافرة حنح حطاق أعلنت نهاية شوت أول غير مقب شكرا لضيوفك في المجلس شاياك دوست يترك أرضية الميدان لعب خط الوسط في تشكيلة المنتخب الباكستاني والبديل هو اللاعب هارون الرشيد هارون الرشيد يدخل إلى أرضية الميدان وأيضاً فريد الله يترك أرضية الملعب وبديلها سيكون اللاعب عمران كياني عمران كياني لعب من الأسماع التي تتواجد خارجياً ويلعب في نادي ويت هوك في كرة القدم الإنكليزية لاعب بـ 21 سنة يدخل إلى أرضية الملعب وقبل ذلك هناك اللاعب هارون هارون حميد هارون الرشيد حميد فهيم هو من يدخل إلى أرضية الميدان وبالتالي تبديلين للمنتخب الباكستاني يجريهم ستيفان كونستانتين مدرب المنتخب الباكستاني المدرب الإنكليزي على الأسماء التي بدأت شوط المبارات الأول وينما يستمر روبير تومايسيني بنفس الأسماء العويس في حراسة المرام ليهي عون السلولي وحسان التنبكتي تمامهم مختار فيصل الغابدي عباس الحسن معاد فقيهي وسعود عبد الحميد وفي المقدمة محمد مرام وصالح الشري أنا ذكرت في شوط المبارات الأول بأن معاد فقيهي أصغر لاعب أصغر لاعب في أرضية الميدان في الفريقين في الفريقين حتى هو اللاعب عباس الحسن لاعب فريقي الفتح الرجل الذي يلعب مباراته دولية الأولى صاحب الفانيلا رقم خمسة عشر في تشكيلة الأخضر فراعة صالح راكل الجزاء راكل الجزاء نعم مراقب حنة حطب قريب جدا في اللقبة الماضية يشير إلى وجود راكل الجزاء مبكرا جدا في شوط المبارات الثاني وينذر المدافع يبدو مأمون موسى خان هذه الكرة هذه المحاولة رمي التماس بالعوبة من معاد فقيه وبعد ذلك محمد أو هذا مأمون مأمون نعم راكل الجزاء واضحة وقرار سليم من حكم المواجهة السوري حنة حطب راكل الجزاء أيضا لصالح الشهري قريب من إحراس الهدف الثاني وننتحدث عن شوط أول كان يجب أن ينتهي بهدفين الوضعية الآن مناسبة جدا من أجل تأسيس الأمور من خلال إحداث هذا اللقاء من أجل الاطميناني مبكرا جدا عدم الانتظار إلى دقائق متقدمة من الشوط صالح أو صالح الشهري على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة صالح من أجل الثاني يهدف صالح يضع الكرة ويسجل يسجل الهدف الثاني في مرمى يوسف بوت ويعلن عن هدفه الدولي رقم 13 صالح الشهري إذن هدف ثاني يأتي هنا في هذا اللقاء وأول ثنائية لصالح بقميص المنتخب السعودي نعم أول ثنائية بقميص الأخضر تأتي من خلال إحداث هذا اللقاء الرجل سجل في شوط المباراة الأول والآن من علومة الجزاء يضع الكرة في المرمى ويتقدم بالهدف الثاني يفتح الطريق من أجل نتيجة كميرة نعم هو الأمر كذلك ويجب أن يكون كذلك يجب أن تكون مباراة اليوم بمثابة الرسالة يا أخضر يجب أن تكون بمثابة التحذير يجب أن تكون بمثابة الخطاب نحن هنا من أجل الوصول إلى كأس العالم ولن نرضى عن ذلك بديلة يجب أن يكون الأداء أكبر وأكبر كرة تصل عن طريق مرات عرضية على مشارف المنطقة وابعدت كرة محمد مران عادت لمصلحة الأخضر مرة أخرى بأقدام اللعب فيصل الغامضي تحولت في الجانب المقابل المرتدة لمصلحة المنتخب الباكستاني البحث عن من انطلاقه في الجهات اليوم جنيد طالت الكرة أو هذا البديل هارون الرشيد طالت عليها الكرة وتحولت لخارجة أرضية الملعب بتمريره من عمران كياني عمران كياني هو اللي لعب الكرة والمحاولة الماضية وصلت إلى خارجة أرضية الميدان رمية التماس على تنفيذها معاد فقيه معاد فقيه هو اللي لعب رمية التماس ركلة جزاء إذن سجل من خلالها شهري هدف الدولي رقم 13 الثاني في مباراة اليوم الثاني للأخضر الرجل الذي دائما ما كان حاضرا على مستوى البطولات السابقة التي شارك فيها صالح بالمناسبة بقميص المنتخب اليوم مباراة الدولية رقم 28 واليوم هدفه الدولي رقم 13 نعلم تماما بأن الأرقام القياسية المسجلة على مستوى كرة القدم السعودية تأتي باسم من على مستوى الهدفين لماجد عبد الله أحد أساطير كرة القدم الخليجية العربية الآسيوية والهدف التاريخي للمنتخب السعودي بـ 72 هدف 72 هدف رقم من الصعب جدا 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 أعتقد ومن وجهة نظر الشخصية أن يصل إليه مهاجم سعودي في الوقت الراهن ومن خلال السنوات القادمة أيضا مرت أسماء ياسر، وسامي، جدوسر عبيد، وسهلاوي، والشمراني، وغيرها من الأسماء على مستوى منتخب المملكة كرة بمحاولة وتسديد الثالث 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 ضاعي الهاترك يا صالح ضاعي الهاترك يا صالح والكرة بعد ذلك تعود الآن لا وجود فيها للتسلل حكم المباراة والمساعدة شاروا باستمرارية اللعب صالح في مواجهة نجلي الهاترك لكن لم يستغل الموضوع في مواجهة حارسي المرمض يوسف بوت لم يستغل الموضوع في مواجهة يوسف بوت هذه الكرة، هذه المحاولات وبعد ذلك تعود عند المدافع علي إليبليهي في لحظة كنت أتحدث فيها عن الهجوم التاريخي للمنتخب السعودي المسجل بسم ماجد عبدالله اللي أعتقد شخصياً كل الأسماء اللي موجودة قادرة نعم، على أن تكون عاضرة، تسجل، تقود الأخبر لكن ما في الهداف، الهداف اللي يمتلك تلك الأمكانيات اللي تجعل منه لاعب يعتمد عليه بشكل كامل خلال التصفيات كلها وفي النهائيات أيضاً من طينة الأسماء القديمة إذا ما كنا نتحدث فأحنا نتحدث عن مجموعة كبيرة من الأسماء في الفترة الأخيرة ظهور مثلاً ياسر وقبل ذلك السهلاوي وطرال وعبيت الدوسري في فترة من الفترات أيضاً وقبل ذلك أيضاً حمزة إدريس وبقية الأسماء الحاضرة وسامي الجابر بكل تأكيد على مستوى خط الهجوم في كرة القدم السعودية قيام للهداف حاضر حالياً على مستوى الكرة السعودية عند يوم منتخبات لكن أتمنى تكون مباراة اليوم فاتحة خير لصالح يذهب بعد ذلك مباشرة للمنافسة على صدارة دافين هذه البطولة وهذه التصفيات والحديث عن الهدافين والصدارة للهدافين فإن الآن بعد نتيجة اللقاء المسجلة للعنابي أمام منتخبي أفغانستان ويعتبر المعز علي هو هداف هذه التصفيات برصيد أربعة أهداف بعدما سجل سوبر هاترك في مواجهة منتخبي أفغانستان التي تستمر ويتقدم فيها العنابي من ثمانية أهداف مقابل هداف هذه كرة صالح الشهري وهذا تصدي حارس المرمى يوسف بوتر يوسف يتصدر حرم 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 الشهري من هاترك في مباراتي اليوم ومن خلال أحداثي هذا علقه لعب المنتخب الأسترالي جامي ماكلرن سجل هاترك في مواجهة اليوم بالمناسبة لعب المنتخب الياباني أيضا يؤيده سجل هاترك في مواجهة اليوم كرة من أجل هاترك لا 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 راية موجودة وتسلل راية موجودة وتسلل تسلل يأتي على صالح ويتساءل أيضا المدرب الإيطالي الإيطالي هذه الكرة هذا ما فيه تسلل ما فيه تسلل لم تسجل نعم إلى خارج أرضية الملعب لكن أيضا الراية كانت موجودة لا والله لا والله لا والله لا والله ما فيه تسلل صالح الشيري فرصتين فرصتين بعد راكلة الجزاء كان بالإمكاني أن يتعامل بشكل أفضل كان بالإمكاني أن يكون حاضر بسوبر هاترك حتى هذه اللحظة كرة إلى راكلة راكلية على يسار حارسي المرمى يوسف بوتر ولمصلحتها الأخضر هدف للشوت الأول مبكر وهدف مبكر من علامة الجزاء في الشوت الثاني وفي المرتين عن طريق صالح الشيري كرة ملعوب الآن بعيدة تماماً بعيدة تماماً صافرة من محنى حطاب خطأ يأتي لمصلحة المنتخب الباكستاني علي لبليهي متقدم وبالتالي يأتي الخطر هذه الكرة وهذا الالتحام اللي كان موجود ما بين السلولي وما بين اللاعب راهيش نابي هذا راهيش نابي مناسبة متبوع من اللاعبين في منتخب باكستان من الأسماء اللي مولودة خارج باكستان الباكستانيين المهاجرين اللي يعيشون في أوروبا وهذا أمر بدأت تطبيق الفلبين بدأت تطبيق أيضاً حتى أفغانستان بدأت تطبيق إندونيسيا بدأت تطبيق الهند بدأت تطبيق باكستان الاستعانة باللاعبين اللي موجودين بره من وصول باكستانية يلعبون كرة قدم متبوع من اللاعبين اللي موجودين في أرضية الميدان أما من مواليد الدنمارك أو من مواليد إنجلترا وبالتالي يلعبون كرة القدم منالك لا يجدون فرصة كل تأكيد لتمثيل المنتخبات الأوروبية وبالتالي يتم استدعائهم لأن يكونوا حاضرين هنا منتخبات بلدانهم الآسيوية كرة بمحاولة أمامية طالت على اللاعب هارون هارون حامد الرشيد اللاعب صاحب العشرين سنة والرجل الذي بدأ مشواره بدأ مشواره بالمناسبة هارون مع فريق كويس بارك رينجرز لأنه من مواليد لامبت هناك في إنجلترا وحالياً أعير إلى ناتي جينغستونيان وحالياً من دون أي ناتي اللاعب هارون حامد كرة بمحاولة ملعوبة داخل مبتقة الجزاء أنا ما أتحدث عنه بتموعة الأسماء الموجودة من مواليد خارج باكستان اللاعب أوتيس خان الذي ترك أو موجود لا زال موجود في أرضية الملعب من يحمل شارة القيادة ولد في إنجلترا ويلعب حالياً على مستوى كرة القدم الإنجليزية مع نادي جريمس بتاون أيضاً بقية الأسماء كذلك بدأ باكستان تفكر في هذا الموضوع بالاستعانة باللعبين المولودين خارج باكستان من أصول باكستانية حتى وإن كان يحمل جواز سفر دولة أخرى كرة بمحاولة تصل إلى سعود عبد الحميد يبحث عن التقدم السعود عادة المحاولة من جديد إلى سعود لسالة مستمرة وقائمة بأقدام السعود وصلت بعد ذلك إلى من عن طريق مختار علي يبحث عن التقدم مختار يعيد الكرة إلى عون عون يلعب في الجيات اليسرى إلى علي البليهي مرة أخرى إلى عون السلولي في الجيات اليمنى حسان أتنبكتي يبحث عن التقدم والمرور حسان 11 دقيقة على بداية شوط المباراة الثاني 56 دقيقة من عمر المباراة والأخضر يتقدم بهدفين مقابل أشياء على حساب المنتخب الباكستاني كرة بمحاولة منعوبة في الجيات اليمنى تنبكتي يبحث عن من يجد مختار تبريراته من الناعبين الأخضر وصلت إلى عون عودة بالكرة بعد ذلك إلى البليهي للجيات اليسرى أو بأقدام من وصلت المحاولة عن طريق مهات فقيهي يبحث عن التقدم تغطية وإبعاد وكرة إلى خارج أرضية الملعب عن طريق محمد عمر حيات محمد عمر حياته ومن يبعد الكرة والمحاولة المافية إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمية تماث كما ذكرت فارغ كبير على مستوى التصليف الدولي ما بين المنتخبين والتصليف الآسوي الكرة على مشارك المنطقة تزديد الكرة عن طريق عباس الحسن هذا الرجل الحاضر أمامنا الآن عباس سجد بالقدم اليمنى من أخارج منطقة الجزاء والكرة بعد ذلك وصلت في أحضان حارسي المرمض هذه اللقطة هذه المحاولة تصدى لها يوسف بوت تصدى لها يوسف بوت هذه الكرة والتزديدة من أخارج منطقة الجزاء تعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب باكستان هنا من الجاتي على اليمنى ملعوبة عن طريق عالم جير صافرة موجودة وخطة خطة لمعاذ يفتقد معظم اللاعبين للخبرة الدولية اسمائل الموجودة في أرضية ملعب الحديث ربما لعويس أن يكون أكثر لاعبين خبرة ما بين كل الأسماء الحاضرة حالياً في أرضية الميدان بخمسين مباراة دولية لكن باستثناء ذلك لا وجود للاعب ما بين كل الأسماء تجاوز هذا الحاجز كل الأسماء عندنا ثلاثة لاعبين يلعبون مباراةهم الدولية الأولى وعندنا المجموعة من الأسماء التي لا زالت في بداية مشوارها مع الأخضر ونعلم تماماً لأن الأخضر في يوم من الأيام كان يمتلك عميد لاعبين العالم اللي هو محمد تعيع برصيد 173 مباراة دولية عندنا مجموعة كبيرة جداً حقيقة كان فيها دلالة على ثبات المستوى والاستمرارية في قائمة الأخضر ما بين الأسماء التي مثلت المنتخب السعودي في أكثر من 11-12 لاعب لعبوا للأخضر أكثر من أمية مباراة دولية كرة إلى خارجة أرضية الملعب إبعاد تعود المحاولة من ستيد صافرة موجودة وأخلطها لمصلحة السلولي ربما بطاقة صفراء نعم أندار يطهر على البتيل هارون حامد هارون الرشيد حامد هذه اللقطة، هذه المحاولة هنا التدخل على عون السلولي البتيل هارون ربع الساعة أولى مرت على شوط الممرات الثاني 2-0 لمصلحات الأخضر في مواجهة المنتخب الباكستاني هذه ركلة الجزاء اللي نفذها صالح الشهري توجيهات لمعاد فقيهي بانتظار التبديل الأول ربما للمدرب روبيرتو مايسيني الذي يستعد لإجراء تبديله الأول بدخول هساسي إلى أرضية الميدان عن هساسي لعب الاتفاق يستعد النزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة بينما نشاهد أيضا عبدالله هاتي هو الأخر يستعد للنسول عبدالله هاتي رديف عبدالله رديف نادي الشباب يستعد النزول إلى أرضية الميدان في اللحظات المتبقية من شوق المباراة الثانية نصف ساعة ربما هي الوقت المتبقي أمام عبدالله رديف و ما يمكن أن يقدم في الناحية الهجومية من خلال حضوره السادس في قميصه على المنتخب السعودي جوليا هنا يبحث بكل تأكيد عن أن يكون حاضرا من خلال هذا اللقاء مران يبدو من وجهة نظر شخصية هو الأقرب الخروج كرة بمحاولة ملعوبة داخل لممطقة الجزاء حاول عن طريق اللعب فيصل الغامضي وصلت إلى سعود عبد الحميد يبحث عن التقدم لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى خارجة أرضية الميدان كرة تصل إلى ركلة ركنية فيصل الغامضي يترك مكانه في أرضية الملعب والبديل هو علي هزاسي علي هزاسي رح يأخذ مكان فيصل في أرضية الميدان والتبديل لا والله صالح الشهري يترك أرضية الملعب للاعب محمد أو عبد الله رديف عبد الله رديف إذن وعلي هزاسي عن المدلاء في شوط المباراة الثانية هذه قصة الأهداف التي سجلها صالح الشهري أولا بتزديده وبعد ذلك من علامة الجزاء هدفي مباراة اليوم وهدفي التقدم والانتصار حتى هذه اللحظة عن طريق هذا الرجل اللي هو صالح الشهري يترك أرضية الملعب البديل هو عبد الله رديف عبد الله رديف ست بريات دولية مع المنتخب الرجل الذي انتوجه مع الهلال بلقى بمطولة الدوري موسم 21-22 الرجل الذي يعير بعد ذلك لنادي التعاون وحاليا مع الشباب كرة بمحاولة ملعوبة وبعدت في التوقيت المناسب عادت من جديد لازلت مستمرة وقائمة صافرة موجودة وخطأ خطأ لمصلحة الأخضر ولمصلحة حسان التنبكتي لمصلحة حسان التنبكتي بينما الشهري يترك أرضية الميدان ويصافح الزملاء الذين يحيون على ما قدم من خلال أحداث هذا اللقاء وتسجيله لهدفين كان ممكن يكون بسوبر هاتريك في مباراة اليوم عوالات أتيحة تمام صالح كان ممكن أن يسجل من خلالها ثلاثية ورماعية في هذا اللقاء لكن أهدر الفرص ما بالمرمى سجل في مرتين واخطأ في مرتين كرة إلى صافرة موجودة وخطأ معافقه على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة الأخضر السعودي بركلة حرة ثابتة إلى جهات اليسر منعوبة داخل منطقة الجزيوة لدخل الدفاعيين والإبعاد إلى خارط أرضية الميدان كرة أتصل إلى ركلة ركنية ركلة ركنية والأمور لا زالت بهدفين بهدفين مقابل لا شيء نبحث بكل تأكيد نبحث عن هدف آخر رابع خامس لملا لملا في الدقائق القادمة من أحداث هذه المواجهة كرة من ركلة ركنية فقيه على التنفيذ بالقدم اليسرى نلعوبة داخل منطقة الجزيوة رأسية عباد لا مستمليات لكن حاكم المرات يشير بالاستمرارية تزديد بعد ذلك وكون إلى خارط أرضية الملعب محاولة كانت عن طريق مختار تحولت إلى خارط أرضية الميدان ركلة مرمى أو نعم ركلة مرمى ركلة مرمى ركلة مرمى تاج أعتقد جيدة بالنسبة للمنتخبات العربية في التصفيات وبداية مشوار التصفيات كما ذكرت عن الأردن تعادلت خارج الديار مع طاجكستان فلسطين ولبنان الفريقين أيضا تعادلوا العراق اتصلت بخماسية عمان بثلافية الإمارات برباعية العنابي سجل نتيجة الأبرز بثمانية أهداف على حساب منتخب أفغانستان على أخضر يتقدم لهدفين اليمن والبحرين بعد لحظات أيضا عبر قنوات الكاس السورية تتقدم هي الأخرى على حساب منتخب كوريا الشمالية وبالتالي نتائج جيدة للمنتخبات العربية من خلال هذه التصفيات حتى هذه اللحظة وفي مماريات الجولة الأولى نتمنى نعم 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 إظامة التصفيات هي المنتخبات الموجودة حاليا 36 منتخب تم توزيعها على 9 مجموعات كل مجموعة فيها 4 منتخب يتأهن الأول والثاني مباشرة مباشرة إلى واحد نهائيات كأس آسيا القادمة أو بعد القادمة 2027 وإلى الأدوار النهائية من تصفيات كأس العالم الـ 26 أول والثاني من كل مجموعة يتآهلون إلى الأدوار التصفيات النهائية ومباشرة يتآهلون إلى كأس آسيا يكون عندنا 18 منتخب ضمينة التآهل إلى نهائيات كأس آسيا القادمة أو بعد القادمة صاحب المركز الثالث والرابع يلعبون تصفيات أخرى نعم منتخبات أيضا قارية التي ودعت من الأدوار التمهيدية من أجل ضمان ستة مقاعد في نهائيات كأس آسيا القادمة كرة بيحاول منعوبة داخل منطقة الجزاء للمنتخب الباكستاني راسية لكن مرة تحولت إلى خارج أرضية الثماندعشر منتخب اللي تتاهل إلى المرحلة القادمة تضمن المشاركة في كأس آسيا الفين وسبعة وشرين يتم إجراء قرعة فيما بينها تلعب في ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات ذهابا وإيابا عشر مباريات يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم الثالث والرابع من كل مجموعة ثلاث مجموعات ست منتخبات يلعبون فيما بينهم طرع يسمون ما بينهم ويقسمونهم على مجموعتين بطل كل مجموعة يتأهل بشكل مباشر وبالتالي يكون عندنا ثمن منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم بشكل مباشر ويبقى نصف مقعد لأصحاب المركز الثاني في المجموعة الأخيرة أو المجموعتين الأخيرتين اللي فيها ترك منتخبات ثلاث منتخبات ما كده هي التصفيات فيها شوية تعقيد لكن ما تقول لا أعتقد واضحة واضحة ولا لا الفكرة في أن دائما التصفيات الآسيوية يعني مستوى الأندية أو المنتخبات فيها شوية جزئيات يعني صعبة لكن هي واضحة هي واضحة تأهل يا أول يا ثاني من هذه المجموعة بعدين راح تروح تتقسم المنتخبات الثمنتعش إلى ثلاث مجموعات يا أول يا ثاني تروح مباشرة لكأس العالم أكذا هي الحسبة الأسهل بالنسبة للتأهل لكأس العالم القادمة في رابعات إلى خانة أرضية الملعب مران لم يظهر اليوم بالصورة المطلوبة محمد لعب ناتي النصر هي مباراة الدولية الثالثة يبدو بقميصي أو الخامس عفوا بقميصي الأخضر السعودي لعب يمتلك إمكانيات مميزة جدا بطل آسيا في السنة الماضية تحت 23 سنة وبطل آسيا أيضا في السنة أو غرب آسيا في السنة الماضية تحت 23 الرجل الذي أعير لنادي الطائي قبل موسمين ويتواجد حاليا مع نادي النصر حضور جيد جدا لعب يمتلك فرصة الظهور المستمر مع تشكيلة الأخضر ومع المدرب روبيركو مايسيني في بقية منافسات هذه المجموعة في تصفيات كأس العالم وآسيا بطاقة صفراء على من تدخل على حارس المرمى ورديف رديف يحصل على البطاقة الصفراء بعد تدخل مع يوسف بوت رديف ينذر الآن بعد تدخل مع يوسف بوت يأتي قرار حكم المواجهة الدولي السوري حن حطاب ويعلن عن وجوتي خطأ على اللعب البتيل اللعب عبدالله الرديف نذر على عبدالله الرديف نلعب في آخر عشرين دقيقة مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان والأخضر يتقدم بهدفين مقابل لا شيء من خلال إحداث هذه المواجهة أولاً وثانياً في شوط أول وفي شوط الثاني عن طريق اللاعب صالح الشهري هذا الجماهير يقول تأكيد جاءت من أجل المساندة ما قصروا حقيقة جماهير الحسن يتواجدهم مع العنار مذكر بأن الجولة القادمة سيلعب المنتخب السعودي مباراة في عمان الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم رح يلعب مباراة في دوشانبي في طاجكستان والجولة الرابعة رح يذهب ويغادر إلى فاكستان ثم بعد ذلك يستضيف المنتخب الأردني والمنتخب الطاجيكي في نهاية مشواره على مستوى هذه التصفيات من أجل التأهل هذه التصفيات المرحلة الأولى تنتهي في شهر يونيو من العام القادم يونيو من العام القادم كرة عن طريق علي لملاهي يعيد الكرة والمحاولة من جديد عبدالصمى درشد تغيير الاتجاه اللعب تأتي عن طريق جنيد وبعدت الكرة من أمام جنيد عادت في الجانب المقابل المرتد للأخضر لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد إلى آخر جي أرضية الميدان كرة تصل إلى رمي التمس رمي التمس محاولة عن طريق علي لملاهي عون السلولي يبحث عن تقدم ومرور لكن أيضا يضطر إلى عادة الكرة والمحاولة الماضية أمامي الآن في جهات اليوم سعود عبد الحميد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية لكن أيضا مرت الكرة مرت مرت لم تكن بصورة المطلوبة الارتقاء كان جميل من عبدالله رديل لكن الكرة بعد ذلك أبعدت إلى خارج أرضية الملعب كرة تصل إلى خارج أرضية الميدان ومحاولة إلى رمي التمس رمي التمس للمنتخب الباكستاني كرة القدم تعتبر أيضا الألعاب الشعبية في الباكستان مع الكريكت والهوكي طبعا نعلم تماما لأن الكريكت والهوكي في المرتبة الأولى على مستوى الألعاب الشعبية لكن كرة القدم أيضا واحدة من أشهر الألعاب اللي موجودة في باكستان وعندهم بريمير ليك الباكستانيين انطلق في عام 2004 لكن آخر نسخة مننا كانت قبل سنتين موسم 2021 2022 طلق الدوري وبعد أشهر قليلة توقف ثم تم إلغاء الدوري بسبب بعض الصراعات اللي موجودة داخليا بالنسبة لباكستان أوقف الدوري على أمل أن ينطلق ربما في نسخته القادمة كرة بمحاولة في الجهات اليسر الآن وبعدات فيها التوقيت المناسب سقوط في أرضية الملعب من أوتيس خان والكرة بعد ذلك تحولت إلى صافرة وخطأ ربما على التنبكتي خطأ يأتي على تنبكتي هذه الكرة هذه المحاولة هذه اللغطة ويصبط أوتيس خان في أرضية الملعب وحسان تنبكتي يرتكي بالخطأ حكم المواجهة حنى حطاب أعلن عن وجود الخطأ لمصلحة المنتخب الباكستاني مجموعة من اللاعبين يتواجدون داخلي ممتقات الجزاء المحاولة منعوبة الرأسية تبعد للتوقيت المناسب تعود بعد ذلك وتسديدة خطيرة يأتي من خلالها التصدي من لعب ويس لعب ويس يتصد لمحاولة خطيرة جدا للمنتخب الباكستاني عن طريق اللاعب رهيش نابي هذه الكرة هذه المحاولة هذه اللغطة وهذه التسديدة تسديدة كانت من هارون هارون هو اللي سدد وبعد ذلك يأتي القرار بوجود التسلل على عبدالصمد البتيل عبدالصمد المهاجم عبدالصمد أرشد أخطر محاولة لمصلحة المتخب بباكستان جاءت عن طريق اللاعب هارون الرشد كما ذكرت المتخب حقق انتصاره الأول لتصفيات كأس العالم ضد كمبوديا قبل تقريبا شهر من الآن يوم 17 أكتوبر من الشهر الماضي الفريق فاز على كمبوديا في التصفيات التمهيدية وتأهل إلى تصفيات المرحلة الثانية الآن هذا أول فوز لباكستان في تصفيات كأس العالم المناسبة للتصفيات المشتركة أيضا نادرا جدا نشاهد المنتخب الباكستاني وحقق الانتصار للتصفيات بقيادة كونستانتن جاء الانتصار الأول على يدي هذا المدرب الإنجليسي كرة بمحاولة منعوبة الآن لمصاعة المنتخب الباكستاني يتصدى لها السعود عبد الحميد إبعاد فيها التوقيت المناسب وعودة بها الكرة والمحاولة إلى حارس المرمى محمد العويس كرة تأتي عن طريق حسان بكل تأكيد أمر غير مقطع ما نشاهده من أداه بالنسبة علينا أخضر من خلال مباراة اليوم على أمل أن يتحسن كرة بمحاولة منعوبة إلى خارج أرضية الملعب راكلة مرمى راكلة مرمى لقطة كانت عن طريق يبدو معاد فقيهي هذه اللقطة هذه المحاولة وهذه التسديدة معاد وضع قدمه اليسرى لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى راكلة مرمى عند يوسف بوت راكلة مرمى تبدلات أخرى قادمة الآن عبدالله المالكي معاد فقيهي يترك أرضية الملعب وحسان كادش هو اللاعب البتيل ومران يترك مكانه لعبد الرحمن غريب لكن أيضاً تغطية دفاعية وإبعاد فيها التوقيت المناسب كرة تحولت إلى خارج أرضية الميتان والمحاولة إلى راكلة مرمى ورمية تماثر هذا حسان كادش هذا حسان كادش حاول المرور لكن بعد ذلك تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب وكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب تبدلات في الجانب المقابل أيضاً على مستوى تشكيلة المنتخب الباكستاني رجب يترك أو يدخل إلى أرضية ملعب اللعب رقم 12 رجب علي وترك أرضية الميدان عبد الصمت عبد الصمت ترك أرضية ملعب ترمي محاولة من عبد الرحمن غريب أرضية ملعوبة لكن أيضاً تغطية دفاعية وإبعاد البتلاء في الشوط الثاني حساسي رتيف غريب هم اللي عليهم الأنظار الآن فيما تبقى من إحداث في هذه المواجهة من أجل هدف آخر على مستوى الدقائق المتبقية هنا في هذا اللقاء والمتبقية من خلال إحداث هذه المواجهة كرة بمحاولة ملعوبة عبدالإله المالكي عرضية داخل منطقة الجزالة لكن تكون الصورة المطلوبة عادت إلى عبد الرحمن غريب 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 موسم رائع جداً لعبد الرحمن غريب وأداء أيضاً رائع جداً لعبد الرحمن رجل يقدم الكثير مع ناتيف بطولة الدوري هذا الموسم واللاعب الذي ظهر في أكثر من مناسبة وقدم حضوراً متميزاً عبد الرحمن غريب يأتي اليوم لأن يكون حاضراً على مستوى هذه المواجهة في مباراة دولية رقم 20 عبد الرحمن بالمناسبة عنده هدف دولي واحد فقط سجل في مباراة ودية على حساب المنتخب اليمني قبل خمس سنوات من الآن وبالتحديد في نوفمبر من العام 2018 كرة بمحاولة ما لو بدأ خليم أمطقة الجلسة رأسي الكرة لكن كرة رجيف لم تكن بالشكل مطلوب عادت عن طريقي عود أمامية الكرة والمحاولة يبعدت في التوقيت المناسب عادت من جديد مرتدة لكن لبلايهي 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 يتواجد سيطر على كونتا بالشكل مطلوب عيدها إلى حسان حسان إلى حارس المرمى العويس تمريرات ما بين ثلاث الهلال تنبكتي والبلايهي والعويس يتدخل الآن عون عوناً وسنداً من أجل بعاد الكرب والمحاولات الماضية تعود في منتصف ملعب المباراة لجهة اليسرى أيضاً أرضية داخل منطقة الجزاء محمد العويس دائماً في الموعد دائماً في الموعد دائماً في الموعد رجل أثبت دائماً لأنه لما يطلب منه يكون موجود وحاضر في الموعد 32 سنة لمحمد العويس واحد من مجموعة أسماء أيضاً خلال سنوات وسنوات لعبت للمنتخب السعودي نعم لعبت للمنتخب مجموعة من الأسماء وفي حراسة المرمى أيضاً كانت حاضرة ومؤثرة وبشكل كبير جداً يكفي بأن نذكر لأخوان تعيع مثلاً على مستوى حراسة المرمى مرموك مجموعة كبيرة جداً من الأسماء حالياً أيضاً معيوف حاضر العويس حاضر منالك النجار حاضر أيضاً على مستوى تشكيلة الأخضر وأيضاً حضور لا ننسى لنواف العكيدي الذي أعتقد من وجهة نظر الشخصية بأنه قد يكون الأسم الأبرز على مستوى حراسة مرموك المنتخب السعودي ربما في بطولة كأس العالم الفين وستة وعشرين إذا ما استمر بتقديم مستوياته المميزة نواف العكيدي كرة إلى صافرة موجودة وخطأ يأتي بصافرة حنى حطاب لمصوحة سعود عبد الحميد هذه الكرة هذه المحاولة والتدخل من لعبي المنتخب الباكستاني هذا راهش راهش نابي هو من تدخل على سعود وحكم المباراة أشاره إلى وجود خطأ أمامي ملعوب الآن وابعدت من أمامي رديف عادت المحاولة على المتأكد تماماً لأن مجموعة كبيرة من المتابعين قنوات الكاس حليل يستمعون إلى مجموعة من الأسماء في تشكيلة المنتخب السعودي وهم يستغربون ربما هذه الأسماء لم يعتادوا عليها كبيرة ناس يعني متابعين للدوري ويعلم تماماً لأن مجموعة حتى من اللاعبين لا يتواجدون بشكل أساسي مع أنديته في مقرات الدوري يلعبون أحتياطين اليوم موجودين في تشكيلة المنتخب تالي هذه الأسماء اللي يراهن عليها روبيرتو ماسي راهن اليوم وفي المباراة القادمة أمام المنتخب الجالية الباكستانية الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة دولة كبيرة باكستان في جنوب آسيا خامس أكبر دولة من ناحية التعداد السكاني بعد الصين الهند ولاية المتحدة واندونيسيا تأتي باكستان بتعداد يصل إلى 241 مليون 242 مليون نسمة ذكرت بأن 97% من هؤلاء مسلمين عاصمتها إسلام أباد ومن أهم وأكبر مدنها كاراتشي لغتها الرسمية الأورجو والإنجليزية الإنجليزية فاكستان بلغة أهلها فاكستان تعني أرض الطهر هكذا بلغة أهلها لغة الأورجو نعلم تماما أن هذه الدولة انفصلت في عام 1947 عن الهند نتيجة لحركة باكستان بقيادة محمد جناح وتخيل تخيل أن في عام 1971 بعد الحرب الأهلية أدت هذه الحرب إلى انفصال باكستان الشرقية اللي هي بنغلاديش حالية يعني بنغلاديش انفصلت من باكستان باكستان انفصلت يعني قبل قبل عام 1947 كانوا دولة واحدة تخيل لو لا زالوا دولة الأكثر من قعدات الشكان على أكبر نحية المساحة الأكبر دولة تسليحة العالم الصاد قوي بطل العالم كريكت أوكي حتى كرة قدر في رفل دقائق الأربع الأخيرة على مستوى أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني مشاهدين متابعين في كل مكان والأمور بهدفين مقابل لشيء عن طريق صالح الشهري أولا في الشوط الأول وثانيا من علامة الجزاف في الشوط الثاني باستثناء ذلك لا وجود للشيء الكثير من خلال أحداث هذه المواجهة بالنسبة للأخضر الأهم هو الانتصار ونقاط المباراة الثلاث في بداية المشوار نعم والمهم سيكون حاضر في المواجهات القادمة بالنسبة للمدرب رومير كومانسيني لكن يجب أن يعلم بأن هناك الكثير من العمل القادم أمامه إذا ما أراد فعليا أن يتجاوز وأن يصل إلى الدور القادم وبعد ذلك يذهب إلى نهائيات كأس العالم ثمان مقاعد ونص لأسيا من مقاعدين راحة السعودية من ثلاثة راحة السعودية من ثمانية روبرتو مايسيني إن لم تذهب السعودية الأمر سيكون بمثابة الصائقة والصدمة على الجماهير كرة بمحاولة الآن وبعدات في التوقيت المناسب عادت مرة أخرى هزازي يلعب في الجهات اليومنا إلى سعود أمامية من السعود الآن البحث عن العرضية غريب الجهات اليومنا يلعب كرة داخلي ممتقة الجهزة عادت مرة أخرى لمصلحاتي غريب لمس بعد ذلك من عباس الجهات اليومنا لكن طالت على الجميع وتحولت في الجانب المقابل وعادت عن طريقي اللعب هارون هارون الرش كرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس هذا محمد وعمر حيات وهنا روبيرت وانسيني هذا المدرب ستيفن كونستانتن رابع وخامس مدرب انكليزي يدرب منتخب باكستان باكستان مروا عليه أيضا بالمناسبة مدربين عربي مدربين عربي اثنين دربوا المتخب الباكستاني اول اثنين من البحرين كمتن سلمان شريدة لفترة من الفترات درب المتخب الباكستاني في الفترة ما بين 2005 إلى 2007 وبعد ذلك ايضا محمد الشبلان مدرب المتخب الباكستاني بالفترة ما بين 2013 إلى عام 2015 محاولة للاخضر على مشارف مبتقة الجزاء وصلت إلى عبد الرحمن غريب يلعبها في الجهات ياليسرح حسن كادش أمامي من حسن داخل المنطقة عباس تزديد لكن ايضا اصطدمت وتحولت إلى خارط يارضية الميدان وصلت إلى ركلة ركنية الآن وصلت إلى وصلت إلى يومي من حارس يومي من حارس يومي من حارس يوسف بوت ولمسلحة ولمسلحة الأخضر ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوطي المباراة الثاني مشاهدين متابعين في كل مكان والأخضر يتقدم بهدفين مقابل اللاشير على حساب المنتخب الباكستاني هذا كونستانتي كما نكرت انتصار يضع المنتخب السعودي على مستوى صدارة هذه المجموعة المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية فرب انطلاقة من سعود عبد الحميد داخل منطقة الجزاء عرضية من سعود عبد الرحمن غريب هو غريب إلا عن منطقة الجزاء هي على تماما الطريقي إلى المرمى ويسجل الهدف الثالث الثالث يأتي عن طريق غريب عبد الرحمن ثاني أهدافه الدولية بقميص منتخب بلادي المنتخب السعودي يضعي الكرة ويعلن عن ثالث الهدف هذه الكرة شوف سعود شوف سعود شوف سعود عبد الحميد هيها بطريقة مثالية جدا وبعد ذلك عبد الرحمن بطريقة في غاية الروعة يضعي الكرة في المرمى حلوة العرضية من سعود وحلوة النهاية من عبد الرحمن الله 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 يا عبد الرحمن قبل أن تنزل على الأرض ومن قدم اليوم هذه العرضية وهذه الكرة وهذه الكرة وهذه الكرة هدف ثالث للأخضر وعن طريق عبد الرحمن غريب غريب يسجل الهدف الثالث إذن في مباراة الدولية رقم 20 ثاني أهدافه بقميص الأخضر كما ذكرت سجل دوليا وديا على مستوى مواجهة المنتخب اليمني واليوم يسجل رسميا وفي تصفيات كأس العالم في تصفيات كأس العالم يسجل عبد الرحمن غريب ثلاثة صفر ثلاثة يعني نوعا نوعا الشكل شكلها أحلى أحلى من الاثنين ولو يجي الرابع يكون الشكل مرضي تماما نعتقد بالنسبة للشوت الثاني على أقل تفديق وما قدمها المنتخب السعودي من خلال أحداث هذه المواجهة كرة تبعد إلى خارج أرضية الميدان مختار علي حاضر جماهير الأخضر في مدرجات ملعب الفتح وفي ميدان الفتح بكل تأكيد سعيدين بهذه النتيجة وينتظرون المزيد خلال الفترة القادمة والمواجهات القادمة من خلال منافسات هذه البطولة كرة بمحاولة من العبلة صافر موجودة وخطر وكل حر غير مباشرة راية موجودة على أوتيس خان هدف ثالث جميل يأتي عن طريق عبد الرحمن غريب عبد الإله في الجيات اليوم مرة أخرى إلى سعود وصلت إلى عبد الرحمن من جديد لا زالت مستمرة لكن أيضا وبعدت من أمام من وبعدت من أمام عبد الله رديف وبعدت من أمام عبد الله رديف الكرة والمحاولة الماضية تصل إلى رمي التماس كرة في المنتصف عباس الحسن تغيير ليتجاه اللعن عادت المحاولة مرة أخرى عن طريقي عبد الرحمن الغريب إلى عباس حسن يبحث عن التقجم والمرور الآن والكرة كما ذكرت يعني في بداية اللقاء الانتصار يعني مضمون مضمون والنتيجة المباراة حاضرة للمنتخب وبالتالي نبحث عن أن يكون الأداء مقنع والصورة مرضية كرة من عبد الرحمن غريب آخر لحظات هذه المواجهة دقيقة الخامسة من أصل خمس دقائق مقدرة ومحتسبة كوقت بدل ضايع جميلة جدا التمرير إلى حسن كادش في الجهات اليسرى عرضية من كادش داخل منطقة الجزاء رديف يحاول لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب إبعاد في التوقيت المناسب وتدخل من التنبك حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب لا وجود للخطأ في الكرة والمحاولات الماضية وقت الأصلي انتهى والدقائق الخمس المقدرة كوقت بدل ضايع أيضا هي الأخرى انتهت وبالتالي الانتصار يأتي بثلاثية نظيفة لمصلحة الأخضر إلا إذا كان لرديف رأي آخر بالأساس والنب رديف الأخضر دائم الحضور والتسجيل وفي الوقت بدل الضايع يأتي رديف ويسجل الرابع لمصلحة المملكة الرابع للأخضر ربعية نظيفة في اللحظات الأخيرة عن طريقي عبدالله رديف الحين صار شكلها أحلى الحين أربعة صفر مقرعة وأحلى مما كانت عليه الأمور طوال هذه المواجهة المهم في النهاية الصورة كانت جميلة بالنسبة للأخضر ونا في الحسن وفي مرعب الفتح الانتصار في مباراة الافتتاحية على حساب منتخب باكستان بأربعة بأربعة أحداث النظيفة أعطت المنتخب السعودي لانطلاق وصدارة هذه المجموعة بعدها حن حط حكم المواجهة على نهاية هذا اللقاء بانتصار السعودي برماعية مقابل لا شيء على حساب منتخب باكستان في أول مواجهة الرسمية ما بين الفريقين شاهدين متابعينا في كل مكان دمتم بحفظ الله ورعاية الآن نعود نعود إلى إلى استوديوهاتنا وإلى مجلس قناة الكاس هناك في الدوحة مع الزميل خالد جاسم وضيوفه